ما ورد في التاريخ أنه في حرب الصفين الحرب الظالمة التي فرضت على أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعدما انتهت الحرب بانتصار أمير المؤمنين صلوات الله عليه وخذلان وانكسار الأعداء أحد المحاربين جاءوا به إلى أحد المحاربين من الأعداء جاءوا به إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأظهر الندامة بمجرد ذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال له إني لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين وخلوا سبيله وأطلق سراحه هذا الذي حارب أمير المؤمنين ويعلم الله كم صدر منه إساءة بالنسبة إلى أمير المؤمنين من سب أو شتم ولكن لم يقتل في الحرب وأخذ أسيرا عندما انتهت الحرب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بسط عفوا على الجميع ومنها هذا الذي جاء به إلى أمير المؤمنين وأظهر الندامة أمير المؤمنين يقول إني لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين بسطر